هكذا بدت السوق في رفح جنوب قطاع غزة عشية عيد الفطر لكن هذا الازدحام لا يعكس احتفال الناس بالعيد وإنما عدد الذين نزحوا من الشمال إلى الجنوب إثر الحرب مآسي ومعاناة تتمثل في صور كثيرة جعلت هذا العيد ليس ككل الأعياد ظهرت في الأسواق بعض السلع والأصناف التي ترتبط بالعيد من حلويات وكعك ومكسرات علها تغير في رتبة الوقت الثقيل الذي يعيشه المواطنون بعد ستة أشهر على بدء الحرب إلا أن الأسعار أيضا تبدو فوق طاقتهم العيد هذا كله يعني فيش فيه سعادة بالمرضة كله آلام وأحزان وربنا يساعد الناس نحاول نوفر كل أجواء العيد من كائك ومأمول وكتفرات وأمور زيك نحاول نوجد بعض السعادة للناس هل الناس قدروا تشتري فيه؟ والله يمون قدرين الأمور صعبة جدا جدا فيش بدأ أقولك يعني لا فيه أجواء عيد زيك أي تعيب يعني هذا أجواء العيد ملوت بالدم ما فيش يعني أنت شايفة كيف الناس وضع الناس ما أساوي الناس بس كل هم وفكرها أنها ترجع وين على بيوتها بس يعني البدا يرجع على بيته يا ما حيكون أبو يا أخو يا واحد من عينته إلا يكون فيه عندهم شهيد فيش بيت في غزة إلا هجا شهيد لا أحد ينتظر العيد في قطاع غزة سوى الأطفال الذين ينتظرون أيضا وقفا تاما لإطلاق النار هنا لا عيد في غزة هذا العام بدون منازل ومع غياب أصحابها وفي ظروف معيشية قاسية وما نراه في السوق ما هو إلا محاولات لإحياء تقوص العيد إلى حد ما ولا إدخال البهجة في قلوب الأطفال فقط وسام يسين الحرة رفح